أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاممين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنتا وهم لا يفتلون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أساء ما يحبون ما كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السريع العليم ومن جاهد أن ما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكثيرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصل إلى الإنسان بوالديه الحسنى وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فاتبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا قوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله أعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا والنحمل خطايات وما هم بحاملين من خطايا من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أفقالا وأفقالا مع أفقالهم وليسألون يوم القيامة عن ما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبف فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله موثانا وتخلقون إبكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لهم رزقا فابتعوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا لها إليه ترجعون وإن تكذبوا فقر كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا من أرض قنبروا كيف بدأ الخلق ثم الله من شك نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأن جاء الله من النار إن في ذلك لآيات لي قوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودد بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعضهم ويلغن بعضهم دعضا ومأواك من النار ومالك من ناصرين فآمن له دون مطر وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاح والعقوب وجعلنا في ذرية من النبوة والكتاب وآتيناه أجوا في الدنيا وإنه في الآخرة لن الصالحين ولوطا إن قال لقومه إنكم لتأتون الذاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتغضعون السبيل وتأتون في ناريكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المبسدين ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالمشرى قالوا إنا أهدئوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لطنسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لن اتخذ ولا تحسن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السباق لما كانوا يفسقون ولقد تركت منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى من لن أخاهم شعيبا فقال يا قوم عبد الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا من أرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاهلين وعادهم وثمد وقد تبين لهم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعبادهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكنا أخذنا بدم به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أنبياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ونقضوا السماوات والأرض بالحق إن بذلك لآية للمؤمنين أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقب الصلاة إن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر ونبكر الله أكبر والله يعلم لما تصلعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسر إلا الذين ظنوا منهم وقولوا آمنت بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى الله وإلىهم واحد وإلى الله وإلىهم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تهدو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطرون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحل بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا اعلمنا في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم خاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءه العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشى العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوه ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا معبدون كل نفسي دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر عاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها والطوم يرزقها وإياها وهو السميع العليم ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقهر ليقولوا انت الله فأنا يفكرون الله يبسط النزق لمن يشاء من عبالي ويقدر ويقدر لها إن الله بكل شيء عليم ولئن سألهم من نزل من السماء ماء فأحيابه الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله لن أكثر من لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة له يبحي وقل لو كانوا يعلمون فإذا وكبوا في الفلك دعوا الله مخلص إلى المدين فلما نجعوا إلى البر إذا هم يشرفون ليكبروا بما آتيناه وليتمدعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آملا ويتخطف الناس من حولهم أفل الباطل يؤمنون وبنعمة الله يكبرون ومن أظهر ممن افترى على الله كذبا أو كذب من حق لما جاءه أليس في جهنم مفوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لبع المحسنين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم